موسيقى وانا ارحب بالحضور كلهم اولا طبعا الله يرحمه الله يغفر له ويرحمه وانا اشكر كل من قام على هالبطولة سواء كان اللجنة المنظمة رئيس اللجنة المنظمة اللي هو اخوي عماد اللي يعطي الصح والعافية او خالد بن عبدالله جميع اللي قاعدين يشتغلون بالبطولة من اصغر واحد الى اكبر واحد كلهم ما شاء الله جهد غير طبيعي بطولة انا بحكم النعايش بالرياض اسمع عنها مو السنة هذه السنوات حتى اللي قبل اسمع عنها حتى في الرياض عن المنافسة الكبيرة اللي فيها كل سنة قاعد ما شاء الله تبارك الرحمن اشوفها اقوى وافضل والترتيب والاجتهاد اللي فيه افضل بكثير يعني لو نظرنا للسنة اللي راحت اللي هي كانت بطولة الثامنة كانت جدا روعة السنة هذه اليوم اول يوم انا اشوفها برضو افضل بكثير ما شاء الله تبارك الرحمن من السنة اللي راحة فالله يعطيهم الصحة والعافية على الجهد اللي قوموا فيه المرحوم طبعا الله يرحمه يستاهل مننا اكثر واكثر مهما قمنا او سوينا لنو في حق حتى لو كان مع كرامي مشرفي واحد شخص قدم للبلد او قدم للرياضة اللي قدمه عبدالله الله يرحمه يستاهل برضو نفسه اه تحدثنا عن مجهودات لدنى المنظمة مشكورين اه كلمة منك للجهات الداعمة ايضا اللي تدعم هذه الدورة بشكل سنوي والله لا شكل الدعم مهم ومطلوب فالشركات الموجودة اليوم يعني كلمة شكرا ما توفيهم حقهم طبعا لان من دونهم ما بتشوف كل هالجمهور وهالقوة في البطولة اه يعني انا اعتقد واللي فهمت انه في شركات مسجلين اساميهم في ويت انجلس يعني ينتظرون هالبطولة وفي كثير ودة تتشارك بس بحكم انه معدودية الافريقا اه والوقت فماخذين الظاهر ان اللجنة المنظمة اخذ عدد محدوده بس فالسنة اللي عرفة انه في شركات برضو ودها تشترك ودها تسجل طبعا ان شاء الله نتمنى انه في السنوات القادمة تصير البطولة اكبر ونشكرهم طبعا جزيل الشكر الشركات الداعمة لانه من دونهم ما بتكون البطولة بهالشكل سديوسي وتشرفني ظهورك معنا الله يعافيك حبيبي الله يعطيكم العافية وما دصركم فاقينك العام انكم بخير واجباكم الله بخير على التغطية الممتازة جدا الله يعطيكم الله اهلا بكم احلى تحية رمضانية حنا نقدمها لكم